بغداد ومرسلنا تحسين طهر فيما يخص زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى وزارة الكهرباء تحسين الكاظمي تعهد بملاحقة من صمام الإرهابيين وتوعدهم لكن هل من خطة واضحة معلنة لإصلاح قطاع الطاقة في العراق؟ نعم ألم بك زميلي حقيقة رئيس الوزراء تحدث على هذه النقطة تحديدا في خطابه اليوم بلقائه مع الكوادر المتقدمة في وزارة الكهرباء تحدث على أن الحكومة لديها خطة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة وإيجاد مصادر بديلة وأيضا تحدث على أن الحلول الترقيعية لن تكون فيها الجدوى خاصة في ظل أزمة متفاقمة جدا أزمة الكهرباء رئيس الوزراء تحدث على نقطة مهمة وهي أن يكون هناك اعتماد على المصادر البديلة للطاقة الكهربائية وتفعيل الاعتماد على الغاز العراقي اليوم العراق يعتمد على الغاز المستورد في تشغيل محطاته وبالتالي لديه كميات كبيرة جدا من الغاز المحروق خاصة الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط في الحقول العراقية من الممكن جدا استثمار الغاز العراقي في توفير الطاقة الكهربائية وبشكل كامل حتى دون الاعتماد على المصادر الخارجية أو دول الجوار في استيراد هذه الكميات الكبيرة التي تكلف الدولة أيضا مليارات الدولارات منذ سنوات خاصة أن العراق اليوم يعتمد على نسبة كبيرة في توفير وقود للمحطات باستيراد الغاز يبدو أن الرئيس الوزراء يعول على قضية الربط مع دول الجوار وتحديدا الربط الخليجي والربط مع الأردن وحتى مع تركيا لوضع حل مؤقت للوصول إلى نتيجة إيجابية في توفير الطاقة الكهربائية حتى يمكن أن يصل إلى الهدف الأكبر وهو توفير الطاقة لا الذين يتوعدهم دائما الكاظمي هل هذه الأطراف أصبحت معروفة هل يعرفها الكاظمي حتى أن يسمي أطرافا يصفها بالإرهابية وبالمخاربين ويتوعدهم ولكن لا يتم إعلانهم أو تعريفهم نعم رئيس الوزراء اكتفى بالتلميح حقيقة دائما وهذه ليس المرة الأولى التي يلمح فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى وجود جهات مستفيدة من تدمير بنى التحتية للكهرباء وابقاء هذا الملف عالق دائما رئيس الوزراء في مناسبات أخرى كان سواء مجلس الوزراء أو لقاءه بالمحافظين قبل فترة وجيزة تحدث على هذه النقاط وكررها وقال بينهنالك من هو يستفيد من بقاء الكهرباء ملف شائك وملف معطل رئيس الوزراء أيضا حسب المعلومات لديه شارات على بعض الجهات المتورطة قد تكون جهة سياسية وحتى مستثمرين ومقاولين يريدون ابقاء هذه الملف معطل كون هناك فائدة كبيرة تترتب على العقود وعلى المقاولات المرتبطة بعادة تنظيم البنية التحتية لطاقة الكهربائية في العراق شكرا جزيلا لك تحسين طاحا مرسل شكرا شكرا